أظن أن الأسبوع هذا هو أسبوع قد يختلف الحقيقة عن تداولات أسابيع أخرى وهذا ما يميز الآن السوق السعودي أنك لا تستطيع أن تأخذوا تحت مصطرة واحدة أو مقياس واحدة الأسبوع هذا تقريبا من الناحية النقطية فهو أسبوع في الآخر أنا أعتقد سيكون بين الإيجاب والسلب لأنه ما خسر وما كسب في يومين تقريبا متعادلة بالأرقام لا يسعفني الأرقام بالضبط لكن ما يلاحظ عليه أنه في توجه الآن إلى الخروج من الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والتوجه إلى ذات الأموال المتوسطة والصغيرة خاصة في حركة التداول وهذا ينعكس الحقيقة على المؤشر نلاحظ أن المؤشر في خلال فترة التداول وليست فترة الإقفال وليست فترة الأموال الكبيرة خاصة في حركة التداول وليست فترة الإقفال وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هذا تصحيح ولكن هي مزاج حركة للمتداولين طيب يمكن القطاع المصري في دكتور عبد الله كان هو الأبرز هذا الأسبوع بالإعلان عن الكثير من البنوك تقريبا لنتائجهر للربع الأول الملاحظ حتى الآن من البنوك التي كان فيه انخفاض بالنسبة للديون لمعظم البنوك المشكوك فيها ارتفاع نسبة الإقراض ارتفاع نسبة أيضا يمكن الموجودات والسيولة لدى هذه البنوك كيف ترى النتائج التي أعلنت إلى الآن؟ طبعا نتائج البنوك بالصفة عامة هي نتائج أكثر من جيدة ولماذا نقول أكثر من جيدة؟ لأنه زي ما تكرمت حتى الأساسيات التي تؤثر على الباطم لاين من حساب الأرباح والخسائر بدأت تتغير سواء كانت في المخصصات كما أجرتي سواء كانت في زيادة نسبة الإقراض سواء كانت في زيادة نسبة الوداية هذه كلها تصب في الآخر بالإضافة إلى أنه أنا أعتقد إقرار وزارة العدل لعملية توثيق الاقتراض هذا سيجعل رافض جديد للبنوك بالإضافة إلى الروافض الأخيرة لأن البنوك أصبحت في المملكة تجزئ استثمارية تمويلية فهي الآن أصبحت تتحرك في كل القطاعات وفي كل التوجهات فهذه الحقيقة يمكن أن يجعلنا نرى أنه لماذا المؤشر لا زال لم يتحرك عن 9500 وهذه الميزة قد تكون من قطاع البنوك اليوم نحكي عن أسعار الفائدة العالمية بعد قرار محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي الذي كان متوقع أنه يعمل على رفع أسعار الفائدة خلال ستة أشهر يبدو بأن هذه الفكرة أصبحت بعيدة يمكن أن يحتاج وقت أطول دكتور عبد الله وبالتالي عملية التأجيل لرفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة تسعير الفائدة الحقيقة قد يكون قرار للاقتصاد الأمريكي وهو الاقتصاد الأكبر وصاحب اليد الكبرى منطقة الخليج طبعا لارتباطها سواء كانت من ناحية العملة أو من ناحية المصدر الرئيسي اللي هو النفط فبالتالي أعتقد نعم هذا ما في شك أنه رفع الأسعار الفائدة سيزيد من دخل هذه البنوك ولكن لا أعتقد أنه له تأثير زي عملية السياسات المالية لأنه في الولايات المتحدة يتخذ كسياسة مالية تحرك بعض مخرجات الاقتصاد من تضخم وكساد وما شاب ذلك في الدول الأخرى هو رد فعل لما يحصل النتيجة لربط العملة بهذه لكن طبعا عندما ترفع الفائدة سيكون الأكثر فائدة هو البنوك وليس المقترضين أخيرا دكتور ما هي توقعاتك لجلسة الأسبوع القادم يعني بعد ما وصلنا مستويات 9500 بعد متماسك المؤشر عندها التاسي هل سنرى يمكن خرق لهذه المستويات بداية الأسبوع القادم والله أعتقد قبل ما نتوقع الأسبوع القادم يعني أحب هني السيم بي سي بأنها القراءة المتميزة والفائزة شكرا هذا شيء حق يعني يجب أن يقال أعتقد أنه أعتقد أنه المستقبل الأسبوع القادم في ضو نتائج القادمة في ضو التحسرات الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية العالمية سنجد أنه وأعتقد المؤشر لا زال في عملية التوجه السعودي دكتور عبدالبا